السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية سانوي. حباب قلبي عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير بصحة وسعادة. عندنا ان هذا الدرس في غاية الاهمية الشرحة. آآ الدرس الاول والتاني من يونت ناين. جرامر الاساسي في الوحدة. طبعا عندنا هنا بينقسم لقسمين عبارات المقارنة. وعندنا القسم التاني يا شباب. اللي هو عادات الماضي. تمام? انت للوحدة الاولى كده تبص هتلاقي مسلا خمس ست صفح كده عندك حاجات وفهم دش كتير وحاجات كتير بس ان شاء الله بعد الفيديو ده او بعدك ان شاء الله بعون الله هتفهم كل حاجة في الدرسين دول. آآ بس اطلب من اقترب واحد اهد معك بس اه بس كاشكل وقلم كده والمعلومة اللي اقولها لك اكتبها تكتبها. عشان انت هتلخص هراي كده في السريع وانتهى الموضوع هنلخص الموضوع كل في نصة صفحة وانتهى الموضوع. تمام? يا سيدي لو ما فهمتش بعد الفيديو ده تكلمني على او على الواتس. وانا يا مستر انا ما فهمتش. آآ وانا يا سيدي اشرح لك البتاع لايف. اصل معك لايف. آآ واشرحك البتاع تاني. تمام? ده بعد مني. لو ما فهمتش الفيديو ده. بس لازم تكون مركز معايا. ولازم تكون تجيبك كشكل والقلم بتاعك علشان تكتب برايا النوتس وخلاصة الدش الكتير اللي موجود ده. هو مش دش. هو مفصص لك الدنيا. آآ فاحنا ايه? الملك الدنيا كده وهنلخص لك الموضوع. تمام? آآ عشان يبقى سهل عليك وتفتكر المفاتيح الحل. هقولك مفاتيح الحل. تمام كده? نقرأ مع بعض كده. وفي حاجات نتعرفها وفي حاجات هنعرفها ان شاء الله مع بعض. آآ نقول بسم الله اول حاجة نصلى على النبي. الله ما صلى على محمد وقال الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين عبارات المقارنة وصفات المقارنة والتفضيل خدناها في الترمية الاول. تمام? نعد عليها بشكل سريع في دقيقتين بالزبط. وهنشرح الدرس الايه الجديد بتاعنا النهاردة. تمام? طبعا انت عارف تستطيع صفات المقارنة تقارن بين طرفين في صفة مشتركة. يعني في شخصين او شئين فيهم صفة. بقارن الصفة دي في كل واحد. ده اكتر من ده ده اكبر من ده. كده يعني. تمام? زي المسال ده. ردينا اكبر من احمد. طب الصفة دي. صفة قصيرة ولا طويلة? ها. صفة قصيرة فضفنا لها اي ار وبعدين ذان. يبقى المقارنة في يعني صفات المقارنة اكتب كده. صفات المقارنة في الصفة القصيرة. نضع للصفة اي ار ذان. اي ار وذان. طب الصفة الطويلة بقول مور بالصفة الطويلة وبعدين ذان. ازلنا نتعرف الكلام ده. ازلنا نتعرف الكلام ده. تمام? تمام. حتى واشرح هنا هو. تكون الصفات المقارنة من الصفات القصيرة. التي تتكون من مقطع واحد. وكويت. او ادفلها اي ار. اي ار نارو نارو. ادفلها برضو اي ار. طبعا انت عارف اذا كانت الصفة القصيرة تنتهي بحرف اي بضيف فقط الار. يعني نايس. تبقى نايسر. سيمبل سيمبلر. وايد ويدر لارج لارجر. ازلنا انتعرف الكلام ده كل. طب اذا انتهت الصفة القصيرة بحرف متحرك واحد. يعني ساكن واحد. نضعف الحرف الاخير قبل اضافة اي ار. يعني الحرف الاو متحرك والتي ساكن. اه لما تجيب اضيف الا ار قال لك لا تضيف الت تزود الساكن وتضيف اي ار. تبقى اضعف الت وتحط اي ار لان قبل الت متحرك. ثن تبقى ثنر. طب اذا انتهت الصفة بالواي مسبوكة بحرف ساكن تتحول الواي الى اي اي ار. تمام. تبقى شلت الواي. وحطت اي اي ار ليه عشان قبل الواي هنا. الكي حرف ساكن. هيلثي تبقى هيلثير. ايزي تبقى ايه ايزير. اظن انت عارف الكلم ده كله بس بنعبد على السرية. طب الصفة الطويلة اللي بتتقوم من اكتر من من مقطع با استخدم معها مور بالصفة وبعدين ذان اكثر من آآ لس وبعدين الصفة وبعدين ذان اقل من. تمام? مور اكسبنسف دان اغلى من. لس اكسبنسف ذان. اقل غلاء من. مور اكسايتنج ذان. اكثر اثارة من. لس اكسايتنج ذان. اقل اثارة من. وهكذا. مور اكثر رعبا من. لس اقل رعبا او فضاعة من. تمام? وي مور دينجر دان وليس دينجر دان اكثر خطورة من واقل خطورة من. اظن انت عارف الكلم ده كل. دبعة الحتة الجديدة اللي هو مركز عليها في الوحدة دي او في الدرس ده. عبارات المقارنة. عندي يا شباب المقارنة او الصفات. يا اما ما فيش اختلاف ما فيش اختلاف في الصفة بين الشيئين او الشخصين. او الاختلاف بيكون بسيط. تمام? او الاختلاف بيكون كبير قوي. او الاختلاف بيكون كبير قوي. تمام? تمام. ايه بقى الحوار ده كله? يعني ده كله كده او الصفحة ده كلها كده او. تمام? ده او كله ده او ده او ده او كله لحد لحد هنا بالزبط. تمام? لحد رقم سبعة. ملخصو لك في كلمتين. تعال كتاب بص معي. شوف الجمال. تعال. تمام. ملخصو لك في الصفحة دي. اركز معي. لاحظة واحدة بس اجيب القلم. هتقلم كوكا شكولك وركز معي في الحتة دي. تمام. بلك هنا. لو الشخصين انا كتب لك بالعربي باللغة العامية الفصحة عشان او الفصحة ايه? باللغة العامية. علشان تفهم الدني. لو الشخصين او الشيئين ما فهمش اي اختلاف يعني زي بعض بالزبط. شبه بعض ايه بالزبط? حتى كتبك بالضبط. مش بالضبط حتى لا بالعامية خالص. بنستخدم ايه? لو ما فهمش شبه. بنستخدم الشيء وبعدين exactly the same وبعدين الشيء. يبقى الشيء exactly the same as وبعدين الشيء. تمام? مش فاهم. بتاعنا نشوف مثال. بقولك هنا. this car is exactly the same as my car. ده معنى ايه? ان هذه العربية تكون بالضبط او بالضبط نفس عربيتي. exactly the same as بستخدمها لما ما يكونش فيه اي اختلاف وبجيب الشيء في الاول اهو. وشيء بعد كده. تمام? ده اول حاجة. تمام. طب قال لي ممكن اجيب بعد the same as. او مفعول. اسم او مفعول. ما فيش اي مشكلة. عمر is exactly the same as علي. عمر يكون بالضبط نفس عمر علي. يبقى اول حاجة تكتب كده. لو الشخصين او الشيئين مفهومش اختلاف. بستخدم الصغة دي. exactly the same as وبعدين ايه? الشيء. اه. زي المسالين دول. تمام كده? او exactly the same وبعدين اسم والاسم التاني. تمام كده يا شباب? تمام. دي لو ايه? لو الشخصين مفهومش اي اختلاف. طب اللي هو الاختلاف بسيط. لو الاختلاف بسيط. طب لو في اختلاف بسيط هنقولها ازاي? ركز معي. almost as وبعدين الصفة as. تاني almost. almost معي تقريبا نفس الحاجة. تقريبا نفس الطول. او تقريبا نفس العمر. تقريبا انت فاهم قريبا من بعض جدا. طب دي بس. لأ. قال لك ممكن تقول. slightly. او a bit. او a little. وصفة مقارنة. لاحظ اللي انا كتبت صفة مقارنة. من الصفة. لو جبت almost as وبعدين الصفة as. فكرة قعدة as صفة as هي دي. طب لو جبت slightly. و a bit. او a little. بجب صفة مقارنة بقى. وبعدين then. تعال نشوف مثالين ونشوف الفرق بينهم. تعالها معاي. تعال نشوف المسال ده. علي is almost as tall as احمد. علي يكون تقريبا نفس طول احمد. جبت almost as والصفة واز الصفة العادية ما دفتلهاش لا اي ار ولا اي حاجة. تمام? تمام. ده بتاع ايه? ده بتاع دي. تمام كده? تمام. ده بتاع نشوف الصيغة التانية. هنا. علي is slightly taller than احمد. علي يكون اطول قليلا من احمد. تمام كده? علي is slightly taller than احمد. طب ممكن اشير كلمة slightly دي وحط a bit عادي. اقول علي is a bit taller than احمد. او علي is a little taller than احمد. ما فيش ايه مشكلة. يبقى لو الاختلاف بسيط في الصفتين بستخدم واحدة من الاتنين دول. almost as الصفة العادية و as. او slightly and a bit and a little صفة المقارنة. لحظة اللي انا بك اقول صفة مقارنة. يعني في ايه اراها. تمام? وبعدين than. تمام كده? تمام. slightly and a bit and a little تالت حاجة. طب لو الاختلاف كبير قوي بقى. او ده الدرجة التالتة بقى. الاختلاف كبير قوي بينهم. يعني متشابهين بقى بحاجات بسيطة. بقول. ها. far. او much. او a lot. او even. وبعدين صفة المقارنة. وبعدين than. مش فاهم يا مستر. الحقنا بمسال. تعالي نشوفوا المسال مع بعض. تمام. بقول لك هنا. playing football. لعب قولة القدم. is far more exciting than tennis. لعب قولة القلم يكون exciting يعني مثير او ممتع اكثر بكثير من التنس. يبقى far more exciting. طبعا مور وصفة طويلة دي صفة مقارنة. مور وصفة طويلة دي تعتبر صفة مقارنة. تمام? تمام. طب ممكن اقول playing football is much more exciting than tennis. يبقى لعب قولة القدم اكثر بكثير من التنس. او ممكن اقول football او playing football is a lot more exciting than tennis. نفس المعنى بالضبط. او ممكن اقول playing football is even more exciting than tennis. اللعب قولة القدم او مثير اكثر بكثير من لعب الايه التنس. يبقى دي خلاصة الجزء الاول من الجرامر اللي عندك. لو الشخصين لو الاختلاف اه لو متشابهين ما فيش اي اختلاف. exactly the same as وبعدين الشيء او اه exactly the same وبعدين الاسم او المفعول as والشيء التاني. طب الاختلاف بسيط almost as والصفة و as. او slightly a bit a little الصفة المقارنة. ثاني اكتب بي زي ما عندك كده. خلاص خلاصة الدرس. خلاصة صفحتين تلاتة عندك. تمام? طب لو الاختلاف كبير. وار وماتش وصفة المقارنة وذان. طب الموضوع بالنسبة لك. واقف الفيديو. وكتب ده عندك في الكشكول. ولو هتلون زي ما ملون كده يبقى برفع عليك. تمام? يا شباب يبقى ان احنا اللي احنا قلنا كله خلاصة اللي فادة كله. من اول هنا. كده كده كده. لحد هنا بالزبط. لحد رقم تمانية. رقم تمانية دي بقى بيقول لك هناك اكثر من طريقة للتعبير عن تشابه او تساوي الطرفين في الصفة معينة. يعني في اكتر من صيغة انت ممكن تقول فيها ان اه في تشابه او تساوي بين طرفين في الصفة معينة. اهمها اللي احنا عارفينها كلها اكل كلنا زي ما احنا قلنا الوقتي. اللي هي والصفة والصفة زي المسال ده انتهى الموضوع تمام? في اه تلت او اربع اه حاجات تانية او تلت صفات تانية او تلت اه صيغات تانية انت ممكن تستخدم تمام? اللي هي والاسم من الصفة زي ما احنا قلناها الوقت. احنا قلناها الوقت بالزبط تمام? اه دي لما قلنا ايه نفس ما فيش اغتلاف في ايه الصفات زي ما قلناه في الوقتي تمام? الطرف الاول الطرف التاني وبعدين اسم من الصفة انت بس غيرت الاماكن بدل ما الطرف الاول هنا والطرف التاني هنا لا جبنا الطرف الاول وبعدين الطرف الطرف التاني وكملنا الموضوع زي المسال ده نفس النظام تمام كده شباب تمام ممكن يجيب الطرف الاول والطرف التاني اللي هي ام او از او 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 وبعدين الاسم من الصفة ههريكي عن الاسم من الصفة الوقت وده هنا ده مريم ار اوف يكونوا في نفس الايه الطول تمام لما اجيب ابلها في البيتو بيه تاب لو شلت اوف اجيب ابلها ها او هاز او ايه او هاف هاف او هاز آآ قبل ذا سيم. يبقى في البيت وبي بيجي مع اف اه. بي اف. انما هنا لما قال لك هاذ قال لك ذا سيم على طول. انه لما قال لك هاذ قال لك برضو ايه ذا سيم على طول. تمام? لاحظ الاسم الذي يمكن استخدامه بعد او بين ذا سيم وآز. ابقى الاسن من الصفة ده. الصفة هنا بقولك بيج وسمول. طب الاسم منها الحجم. العمق ديب. عميق ديب الصفة. طب العمق بقى. غالي ورخيص. طب الاسم منهم بيتكلم عن ايه في الموضوع ده? عن السعر. بعيد وقريب. بتكلم عن ايه هنا? المسافة. طويل وطويل. بتكلم هنا عن ايه? طول. بغضو طويل. كبير وصغير. بتكلم قوي. قوة. ويد. متسع او واسع او شاسع. الاسم منهم وسع او آآ وسع. تمام? او عرض تمام? ده معناه يا شباب الاسم من الصفة اللي بيجي بعد او بين زي ما احنا شرحنا. تمام? تمام. زي المسال ده. هذا المنزل يعني عالي مثل منزلك بالزبط آآ 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 والصفة وآآ تب عايز الاسم من الصفة دي. الاسم من هاي. هيقولها بقى ازاي? this house is the same height. نفس ارتفاع آآ آآ البيت بتاعك. the same height as yours. نفس ارتفاع البيت بتاعك. تبدي. the green blouse is as expensive as the red blouse. تمام? كبير من كون يمت ريد وانا احسن. البلوزة الخضرة. as expensive as. غالية مثل البلوزة الحامرة. تب عايز الاسم من اكسبنسيف ها. هقول نفس السعر. the green blouse اللي هي البلوزة الخضرة. is the same price. نفس السعر البلوزة الايه الحامرة. تمام كده? as the same red او the red plouse as the red plouse. نفس السعر البلوزة الايه الحامرة. يعني the same بيجي بعدها الاسم من الصفة. تمام? تمام. نيجي بقى عند عادات الماضي. وإحنا خدنا الموضوع قبل كده من تانية اعداة دي. خدنا العادات في الماضي. used to. used to. تعبر عن الماضي. بعد ها طبعا الفعل في المصدر زي ما احنا عارفين كلنا. تمام? بجيب الفاعل. used to. اعتادا. وبعدين الفعل في المصدر. ركز معي علشان في جاي الوقتي. تمام كده? زي المسال للطبيعي البسيط ده. used to eat a lot of sweets when i was a child. انا كنت متعود اكل الكثير من الحلوة. من ده ما كنت صغير. دي ما فيش اي حاجة. هتكتب ايه هتكتب بقى ايه? used to. بعدها الفعل في المصدر. للتعبير عادة كانت موجودة في الماضي ولا متعود موجودة. تمام? اللي هو رقم واحد. رقم اتنين. عايزان في العادة. عايزان في used to. او didn't use to. والفعل في المصدر. مفاش اي مشكلة دي طبعا. I didn't use. يبقى بان في used to بايه? بdidn't. عشان لو اجاب لك اي حاجة تانية لأ. طب ممكن انت اي حاجة تانية. اوه. ممكن انت اي حاجة تانية. لكز معي اول وهاك الوقتي. didn't use to eat a lot of sweets when I was a child. انا لم اعتد على اكل الكسير من الحلوة عندما كنت ايه صغير. عمر didn't use to read novels in his free time. عمر لم يعتد على كرائة الفعلة في المصدر هو read روايات في ايه وقت فراغه. تمام كده? ركز بما في حيطة دي. يمكن استخدام never. اها used to. اوه. يبقى لو قبل didn't بجيب use to المصدر. طب لو قبل never بجيب used to والمصدر. يبقى بنفي used to بطريقتين. اقول كده معايا didn't use to المصدر او never used to والمصدر. تمام? اكتب ده عندك. كيفية used to. وشد ساهمين كده. didn't use to المصدر never used to المصدر. خلاص الكلام? خلاص الكلام. السؤال ازاي اسأل? يبقى اسأل الفعل المساعد اللي انفي بيه هو الفعل المساعد اللي هاسأل بيه. اعطي دايما في دماغك. لاي زمن الفعل المساعد اللي تنفي بيه هو الفعل المساعد اللي هتستخدمه في السؤال. تمام? تمام. بجيب did زلنا نتعرف الكلام ده. بعدين الفاعل والمصدر. تمام? did you used to eat a lot of sweets when you wear a child? هل انت كنت متعود تاكل حلوة كتيرة عندما كنت صغير? did you used to read novels in? did you used to read novels in his free time? هل عمر كان متعود يقرأ novels او روايات في وقت فراغه? تمام? السؤال بجيب did والفاعل used to way المصدر واعتقد ده برضو سهلة ما فاش اي مشكلة بالنسبة لك. وبرضو السؤال بقدر استفهام. بجيب قبل did بجيب قبل استفهام. وبعد ندد والفاعل وي used to way المصدر. تمام? شوف المسال. ولكن what did you used to eat when you wear a child? ماذا كنت معتاد على اكله عندما كنت صغير كنت متعود تاكله انت صغير? who used to read novels in his free time? من اعتاد على كراءة الروايات في وقت فراغه? تمام? وتبنى هذه الصغر المجهول كالتالي. او كيفية اكتب كده كيفية بناء used to للمبني المجهول. او used to في المبني المجهول. بجيب مفعول. used to be والتصريف التالي. used to be والتصريف التالي. نشوف المفعول. ده المفعول. تم الاعتياد على اكلها. بواسطتي عندما انا كنت صغير. الروايات. used to be read. او read. used to be والتصريف التالي. used to be read by عمر. in his free time. الروايات اعتادت ان تقرأ بواسطة عمر. اه في وقت فراغه. تمام كده? يبقى used to be والتصريف التالي في المبني المجهول في حالة انه بدأ. الايه? في المفعول. وانا قلت لك قبل كده كتير انه طالما في مبني المجهول اعرف انه هيبدأ بالمفعول وفي تصريف تالي في الكلام. تمام? تمام. ملاحظة هامة. اه تمام. تعبر used to عن عدات كانت موجودة في الماضي وهذه العدات توقفت ولم تعد موجودة في الحاضر ده احنا عارفينها. اهما هي ده اصلا اساسة حاجات كانت موجودة في الماضي وعادتش موجودة. تعبر used to ايضا على اشياء كانت مختلفة في الماضي عن الحاضر. كانت مختلفة في الماضي عن الحاضر. يعني كانت قبل كده حاجة والوقت بقت حاجة. اه توفي used to work in tourism. اعتاد على العمل في السياحة. في هذا تاكسي. الوقت هو عنده تاكسي. سبحان الله. من السياحة للتاكسي. بدي يقول لك قد ايه احنا بخير. العادة تستمر ويتكرر حدوثها فترة طويلة. اه. لما استخدم يقصد ان دي كتعادة يعني على مدار السنين او فترة طويلة. وما ينفعش استخدم معها يستردي ولا لاست فرايدي ولا لاست ويك ولا ولا اي حاجة من الحاجات دي. يعني ما ما ينفعش اقول هو كان متعود يذهب للسينما الاسبوع اللي فات. ما فيش حاجة اسمها كده. ده على فترة كبيرة. بقول لكم ده ما كنت طفلة. يعني فترة الطفولة كلها. تمام? تمام. لما عليك هنا توفيق يعني نشتغل كزا سنة في السياحة. مش حتة يوم مسلا او يومين او حاجة بسيطة. لا. الاساحة تقول حاجة بسيطة. تمام? للتعبير عن اشياء ما كان عاديا او مألوفا نستخدم او تمام. ده مهم بقى. ركز مع بقى من اولاكم اربعة دي عادة تركز معي. للتعبير عن ان شيء ما شيء ما كان عاديا او مألوفا نستخدم ايه بقى. فعال عادي بقى في الاول. اكتب كده. اكتب كده. تمام? دي بستخدمها عن ان شيء كان عادي او مألوف. نشوف مثال. اميرة كانت معتادة على حياة سهلة. اسمها. قبل الصفة هنا عادي فيش مشكلة بس عام حاجة الاسم موجود. الان هي زوجة. اماذر و ام. و مدرسة. تمام? المساعد الثاني. كنا متعبودين نعمل او في المزرعة. يبقى. ركز مع كده. لما تجيب يبقى بعد يوز تو؟ يبقى بعد يوز توיה dür بل Zug ا yeo او نعمل. تمام? تاني لما تجيب اي نعمل او ام او او و او فربي تنتبه عموما يبقى لازم اجيب بعد يوز تواب بل اي نجي. او نعمل. اكتبها عندك مهمة جداـ جداـ جدا. اذا جاء قبل او او يأتي بعد او اسم كده? تمام. طب الصغة دي في المبني المجهول. لما يجي في المبني المجهول. اه ده معنى لو هيبدأ بالمفعول او هيبدأ باداه. هيبدأ باداه او شيء بنستخدمه. لاحز ان يمكن ان تأتي بمعنى يستخدم لي او لكي بجمل مبنية للمجهول ويليها ايه? المصدر. يعني تقصد تقول له يا مستر احيانا بيجي قبلها از او ار. بجيب بعد مصدر. مش ناون او نجي اه امتة? لما تكون معناها يستخدم لي. مش معناها كان عاديا او كان مألوفا ان. تمام? زي المثال ده. الخشب يستخدم اه لصنع تو والمصدر اهو. ليه? لدي ما بني المجهول بالكلام عن الخشب يستخدم ليه هنا مش يعتاد اعلى. يستخدم لي صنع الايه? الاساس. ما ينفعش اقول. تمام? اكتب ده مهمة. اكتب ده مهمة. رقم اربعة مهمة زي ما انا قلتها لك. تمام? تاني. ام واز وار ووز وير. بعدهم بيجي بعدهم ناون او فيرب بلاس اي ان جي. حاجة كنت متعود تعملها في الماضي. او حاجة كانت ايه اعتيادية في الماضي او مألوفة. طب ام تجيب بعد? او المصدر ها? لما يكون مبنية المجهول ومعناها يستخدم لي. تمام? زي ما شرحنا بالزبط كان. تمام. للتعبير عن التعود عن عمل شيء في الماضي نستخدم. اوه. يعني ايه التعود على عمل شيء في المصدر في الماضي? يعني انت كنت راح شغلانة ده مسحة. في الاول كنت متعود انك تصحب قدري ومش عارفها والحوارات دي. بس بدأت ايه? تتعود على عمل شيء في الماضي. بس تخدم ايه? او 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 تاني. اكتب كده معي. التعبير عن التعود على عمل شيء في الماضي لم تكن متعودا على فعله. تكتب تحتها وفي النصف كده تقوم شها يتخط. رقاية اعتادت على العيش في شقةها الجديدة. انت لما تنقل شقة جديدة بيبقى الموضوع انت مش متعود على الموضوع مش عارف اما جان حاجة يعني حاجة غريلة بالنسبة لك. فتنت تقول ايه? رقاية او رقاية او رقاية اي حاجة. اتعودت ان هي تعيش في الشقة جرية بتاعتها. تمام? بيقصة تقول لك في النحوار ده كله. لما تلاقي او بيكيم او اقرب ابل يوسد تو بتجيب بعدها نون او الفير بولس اين جي. لاحظة الصغر التالي مش بتقيه كتير بس هنقولها ابدا. there used to be there used to be او there didn't used to be. شوف مساء معناها ايه? there used to be The cinema in our street كان هناك كان اعتياديا ان يكون هناك سينما في الشرعة بتاعنا تمام? او اه كان في سينما. اتحولت لمصنع او مطعم كبير مطعم كبير. لم يكن من المعتاد وجود لم يكن من المعتاد وجود مطار في اسوان الف تسعمائة. تمام? طيب الاولانية كان معناها ايه? كان من المعتاد وجود سينما في الشغل بتاعنا. تمام? تمام. اه اه اخدد برضو قبل كده اللي هي اه لاحظ استخدام الصياغ التالية بدلا من فيه صياغ تانية بتساوي شباب. لم يعود. بيجي بعدها او اه مضارة بسيط يعني. بيجي بعدها مضارة بسيط. ولكن هنا علي كان متعاود ان هو يدخن. ده معنا اللي هو معتش بيدخن. علي مضارة بسيط. مضارة بسيط. اكتب كده بعدها مضارة بسيط. تمام? بيجي بعدها مضارة بسيط. طب وين يجي قبلها مضارع بسيط منفي قبلها. مضارع بسيط منفي. هم بيجوا في اخر الجملة. بيجوا فين؟ في اخر الجملة. تمام? يعني ايه مضارة بسيط منفي؟ يعني زي المسال ده. نوها لاتم تعود اتعيش في اسوان ده معناها لها ما عادلش بتعيش في اسوان فاقول نوها لم تعود تعيش في اسوان لم تعود تعيش في اسوان نوها او دازن سوري دازن تليف ان اسوان او او اي نوانجر مام تمام بيجي في اخر الجملة يبقى لما اقول لك الفرق بين اني مور و اني لونجر و اي نو لونجر هتقول لي يا مستر بيجي بعدها مضارع بسيط جملة او فعلا مضارع بسيط عادي انما اني مور و اني لونجر بيجي في اخر الجملة وبيجي قبلهم مضارع بسيط من في يعني او دازن تمام كده تمام دي برضو صغات تانية ممكن استخدمها في اسمها المسلمة محمد التعبير عن العادة اللي كانت في الماضي مش مهمة قوي بيقولها على طول بس يعني مش بتيجي خالص تمام وان شو الله انا مش هديكي دي باعة المهمة لاحظ استخدام اكاستمد اكاستمد دي بتساوي يوزد بالزبط اكاستمد دي بتساوي يوزد تمام ممكن استخدامها بدلا من يوزد في الصغر التالي ممكن اشيل يوزد ديتا هيا ممكن اشيلها تمام وحط اكاستمد وانتهى الموضوع ونفس التركيبة نفسه كل حاجة زي المثال ده اي قات يوزد تو ووركينج از اتيتشور انا كنت معتاد العمل ك تيتشور كنت متعود اشتغل كمدرس كنت تقول هنا اي قات اكاستمد تو وورك از اتيتشور نفس المعنى بالزبط كنت معتاد على العمل كمدرس تمام طبعا اللي هو الوقتي مش مدرس تمام يبقى اللي بيساوي اكاستمد اكتبها كده اكاستمد بتساوي وقبلها بيجي للتعبير عن عادة في المدارة اه عادة في المدارة يعني حاجة لسه شغالة الوقتي عادة مش في الماضي بقى بالكلام في المدارة هتحول حاجة وسطة جدا بدل ما كنت بتجيب في الماضي هتجيب ام او از او ار وزي ما هي انا متعود اه متعود حاضرة انا متعود ان انا اذهب المدرسة في الوقت المحدد عادة عندي لسه شغالة تمام تمام اه يهمني بقى لحطة دي يا شباب وود والمصدر وبطلوت ناس كتير قوي بس الفرق هم بسيط جدا 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 وسهل جدا جدا تمام اكتب كده الفرق بين وود اكتب كده في نص السطر الفرق بين وود لازم تكتب ورايا تمام لازم تكتب ورايا لاحظ اوجه التشابه والاختلاف في استخدام والمصدر والمصدر في اوجه التشابه وفي اوجه اختلاف عادة تركز معي افهم الكلام افهم الكلام مني تمام اول حاجة تستخدم كل من وود والمصدر للتعبير عن العادات المتكررة في الماضي يعني عادات كانت متكررة في الماضي حاجات كانت بتحصل في الماضي زي المثال ده اللي اتنان هنا بيساووا بعض وانا يوزلت للجيرل عندما كنت فتاة صغيرة انا كنت بعيد بالسولة كنت متعودة ان انا عيد بالسولة جدا او كنت بعيد بالسولة جدا لو حب زعها عليه نفس النظام وانا يوزلت للجيرل عندما كنت فتاة صغيرة كنت بكي بسهولة عندما شخص ما يزعق لي او يصرخ في وجهي تمام يبقى والمصدر والمصدر بيجي بعض بيعبروا عن العادات المتكررة تمام طب ايه بقى الفرق ده ده تشابه ده حاجة متشابهة طب حاجة مختلفة تستخدم فقط وليس والمصدر الوصف ايه؟ العادات الهامة العادات الايه؟ الهامة في الماضي عندما كان عمي شابا ما ينفعش اقوله هنا ليه؟ لان دي طب اكت عادة اساسية وعادة هامة تمام؟ حاجة هامة في الماضي تمام؟ تمام نشوف اللي بعد كده اختلاف ولا تشابه اختلاف برضو تمام؟ تستخدم وليس ود لوصف حالة في الماضي اوه مهمة جدا 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 اهم اختلاف بينهم اهم اختلاف بينهم ركز معايا تستخدم ود او يزد تو وليس ود لوصف حالة في الماضي افعال الحالة فاكر الدرس الاول في الوحدة الاولى لا يمكن استخدام ود اذا كان الفعل الاساسي احد الافعال التقريرية يعني الافعال التقريرية يعني الافعال اللي لا بتاخدش وقت علشان تتم او الافعال اللي ما بتنفعش يتجي في الاستمرار الافعال اللي ما ينفعش تيجي بالاستمرار افعال الحالة افعال الشعور افعال الاحساس افعال التفكير افعال الملكية ما ينفعش قبل ان اجيب بعضهم او قبلهم وض زي ايه اللي هو ما ينفعش اجيب قبلهم وض ابدا او بعضهم وض او اي حاجة اسمها افعال حالة او افعال تقريرية لا تأتي مع وض تعالى شو مثال انا كنت متعود ان يكون عندي عقلة صغيرة وانا كنت صغير ما ينفعش هنا ايوض هاف ما ينفعش لان انده فعل حالة فعل ملكية كان ايه كان قوي بي اهيه ما ينفعش هنا اقول وض بي انده فعل حالة بتصف الحالة يبقى فعل حالة والتقرير لا تأتي بعد وض تأتي فقط بعد تشير بشكل واضح الى عادات الماضي تشير الى عادات الماضي لكن لا تشير بالضرورة الماضي مش شرط في الضرورة تشير الى الماضي لذلك من الافضل ان يصبح زرف زمان او التعبير يدل على الماضي لانها بتدل على حاجات تانية خاصة بالماضي خاصة فقط بالماضي تمام انما وض لها اكتر من استخدامات تانية مش خاصة في الماضي فلازم يجيب قبلها تعبير زمني بيدل على الماضي علشان اعرف ان هي بتساوي في الحتة دي او بتعبر عن الماضي في النقطة دي لو قلت هنا سما كانت متعودة تصحب ادري انا فهمت ان الكلام كان في الماضي حتى لو ما فيش اي تعبير زمني بيدل على الماضي انما هنا لما اقول سما وين شي واز ستيودنت عندما كانت طالبة سما سما كانت متعودة تصحب ادري تمام دي عادة مهمة تانية شباب تمام اه فلازم اقول في الغالب حاجة او تعبير زمني بيدل على الماضي ده بعض من الاختلافات دي بقى مهمة جدا 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 يا شباب تاني او تالت اختلاف مهمين جدا يمكن ان تستطيع من ظروف التقرار المثلة اكتب كده ظروف التقرار تأتي قبل او بعد ولكن تأتي بعد فقط يعني ظروف التقرار ما ينفعش تيجي قبل ظروف التقرار ده ما ينفعش تيجي قبل ظل المثال ده عندما كنت اصغر انا كنت متعود ان اه انا كنت متعود انا كنت متعود اساعد ماما في عمل المنزل اهي قبل نفس المثال بس تجاب اول وبعدين او 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 مشكلة تمام تمام انما هنا ما ينفعش اقول لازم ايه بعد ما ينفعش اجيب اقول ايه لا. شباب? تمام. تاني اهم اختلاف رقم تلاتة. بتيجي مع افعال الحالة والافعال التقريرية. ما بيتيجيش ابدا. تمام? النوطف الغالب لازم يجي معها اه ظرف زمان او تعبير يدل على الماضي. ظرف التقرار تأتي فقط بعد وض. بعد وض. انما ممكن يجي قبلها ظرف التقرار او ممكن يجي بعدها ظرف التقرار. تمام? دي اهم تلات فروق. اهم تلات ايه? تلات فروق بين اتمنى تكون كتبتهم. تمام? تمام. سابقنا بتدشل الكتير ده اعنا شرحناه بالتفصيل. لخص اللي انا قلته لك. لخص اللي انا قلته لك. تعالوا بقى نحلي كده مع بعض عندنا. قريبا سبعة وتأتيين جملة نحلهم مع بعض يقول لك هنا انا متعود ان انا اقود السيارة لمسافة كبيرة بعدها الفربي ايه اي انجين يقول لازم يكون قبلها فربي تو بي شاطر فربي تو بي يبقى ام نط اه هنا بيقول لك انا مش متعود ان اقود السيارة لمسافة طويلة تمام مش هتنفع don't ولا want ولا didn't ليه لان في فربي انجين اللي بعد both runner and another are one hundred sixty او sixty eight سنتيمتر runner ونده كل واحدة فيهم 168 سنتي الطول this means ده معنى ايه اللي هم نفس الطول اللي هم نفس الطول اللي لازم تحلل الجملة قبل ما تبدأ تحلل اللي هم نفس الطول رانا is slightly taller than نادا يعني رانا طويلة شوية عن نادا لا انا بقول هم الاتنين نفس الطول بالسنتي يديش هتنفع رانا is almost as tall as نادا رانا تقريبا نفس الطول آآ نادا لا تقريبا دي يعني هم مش متساويين انما هم هنا بيقولك متساويين رانا is exactly the same height as نادا نادا بالضبط نفس الطول آآ رانا او نادا آآ رانا نفس الطول نادا ايوا هي دي بالضبط لانهما الاتنين نفس مية تمانية وشتين سنتي ايوا بيقول غلط مش هينفعو طيب هنا بقى رانا is آآ one hundred سيكستي eight سنتيمتر while نادا is one hundred سيكستي سنتيمتر يعني الفرق بينهم سنتي واحد فرق بينهم سنتي واحد يبقى ده الفرق كبير ولا قليل التشبه كبير ولا قليل التشبه كبير يبقى تقريبا نفس الطول رانا is slightly taller than نادا ها رانا اطول بقليل من نادا آآ تبقى رانا is almost as tall as نادا رانا تقريبا في نفس طول نادا آآ تب نادا is exactly the same height نفس الطول لا مش هتنفع the same height تبقى او بيينفعو آآ او بيينفعو تبقى تبقى رقم دي تمام بيدلوا على ايه ان التشابه ليس كبيرا التشابه ليس كبيرا تمام رانا is تمام رانا is one hundred six eighty eight سنتيمتر while another is one hundred fourteen سنتيمتر this means ده معناه واحدة مية تمانية وستين واحدة مية واربعتاشر يبقى الفرق بينهم كبير ولا قليل يا شباب الفرق بينهم كبير اول ما اشوف slightly almost تعرف ان الفرق قليل جدا يبقى الاتنين دول مش هينفعه و exactly the same ده معناه اللي هم نفسه بطول بالزبط يبقى برضو مش هتنفع يبقى طول than رانا is for طول than رانا اطول بكتير من ده فرهي ده بتدل على ان الفرق كبير جدا كنت بتساوي ايه اللي فاكر بتساوي much بتساوي even بتساوي a lot تمام ورقم d هي الصح العربية الجديدة تكون عايز اقول اكسر غلاء او غلاء اكتر من عربية القديمة for ولا very ولا slightly ولا you see ممكن اقول اغلب كتير من العربية القديمة اه تفري قبل مور مش هتنفع very قبل مور slightly قبل مور اه تنفع slightly قبل مور عادي هنا لو قلت for هتبقى اغلب كتير من العربية القديمة طب لو قلت slightly اغلب قليل من العربية القديمة مش اي مشكلة يبقى you see ينفع معايا مروة is almost as as هيبا اه مروة تكون عايز اقول نفس سن آآ هيبا as و as يبقى كتبا جيب الصفة بس الصفة فقط يبقى old older oldest the oldest الصفة فقط يبقى old الصفة عادية لا مقارنة ولا تفضيل ولا تفضيل تمام؟ يبقى as و as بيجبعدهم الصفة فقط محمد is far then علي for عايز اقول اكثر لياقة بدنيا بكتير من علي fit 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 or more fit ولا most fit fit d كصيرة ولا طويلة الصفة كصيرة ولا طويلة كصيرة يبقى ضفلها ايه شاطر اي ار يبقى fit or for fit or then علي آآ for fit or then علي يبقى اكثر لياقة بدنية من علي مش هتنفع عبر الصفة الكصيرة most برضو مش هتنفع عبر الصفة الكصيرة your school is as big as my school مدرستك تقرر عايز اقول ايه as والصفة و as آآ مدرستي اولا for كان بيجي بعضهم صفة مقارنة مش صفة عادية ده مش هتنفع slightly نفسها بالزبط ده معناها قليل ده معناها كسير مش هينفعه لاني كان بيجي بعضهم الصفة المقارنة يعني or or almost as آآ هي دي اللي هتنفع almost as big as تقريبا نفس حجم مدرستك very ملاحش علاقة بالموضوع uncle omar عم عمر is the same edge as my father بعم مش هتنفع يضبط مش هتنفع exactly نفس عم عمر آآ لاني لما يتقول لك هنا the same ده كنت كتبها لك في البوربوينت نفس الجملة تقريبا وهنا عمر as والشيء التاني slightly the same مش هتنفع slightly the same لان slightly آآ بيجي بعدها صفة المقارنة slightly بيجي بعدها صفة المقارنة مش the same والاسم و far برضو نفس النظام بيجي بعدها صفة المقارنة مش the same exactly the same اول ما اشوف the same exactly على طول my bag is the same as yours are the same بتلاقي as هنا كان بيجي في النص ايه الاسم مصفة الاسم مصفة big صفة كبير مش هتنفع small صغير صفة مش هتنفع او بي مش هتنفع size the same size the same size as yours نفس حجم شانتطق مصفة my bag is as والصفة و as yours as big as yours كبيرة زي شانتطق ولا as small as yours صغيرة زي شانتطق اللي اتنين ينفعوا او اللي اتنين ينفعوا يبقى او بي مش هتنفع size ليه لان دي اسم من الصفة انما بين اس و اس بجيب الصفة وليس الاسم انما بعد the same بجيب الاسم وليس الصفة اتمنى تكون فهم من موضوع ده نفس النظام هنا يا رئيز as والصفة as may عايز اقول نفس العمر عايز اسم هنا ولا صفة صفة ليه لان از و از بيجيبونهم الصفة عمر مش هتنفع ممكن يعني عمر تنفع او نفس الكبر يعني كبر زي بعض عايز اقول يارا و اه يارا و مي كبر زي بعض او عايز اقول يارا و مي صغيرين زي بعض صفة و صفة يبقى يبقى اللي اتنين ينفعوا لان الصفة و صفة عادي عايز دعوا بمعناه المهم بين و از بيجي الصفة طب هنا نفس المسال بس جاب لك ده السيم هاختري الايه الاسم ولا الصفة الاسم يبقى ايج دي الصفة مش هتنفع و دي الصفة برضو مش هتنفع و الاتنين مش هنفعوا عايز اقول نفس السعر يبقى the same the same price تمام the same price مش هنفع ايجزاكلي ولا ولا فور ولا almost لان دي لها قواعد محددة واكيد انتعرف و كتب عندك عمر 2 get up early use uses is used used طبعما جاب لك يبقى كانوا في الماضي يبقى مش هتنفع ليه لانه جاب لك هنا get مش في المصدر مش آآ لازم تبقى عشان في طبعا كده مش هتنفع دي مش هتنفع دي مش هتنفع في المدارة وهنا اا مفهوض عمر مفرد اصلا فتقول او اي دي او اي حاجة ما نفعش في المصدر كده علي used for his company علي اا عايز اقول علي تعود اللي هو يشتغل في الشركة بتاعته تمام used بيقي بعدها ايه to يعني واضحة قوي used to work مش محتاجة يعني تمام used to work he the poor but now he helps them a lot لكن الان هو يساعدهم كثيرا ده معنا اللي هو ما كانش بيساعدهم بس الوقت بيساعدهم يبقى عايز اقوله he didn't use to help the poor ما كانش بيساعدهم بس الوقت بقى ايه بيساعدهم عرفت مني يا مستر اللي هي كده عشان في هنا نفي عشان في بط صدم في التناقض بعد بط بقولك الان هو بيساعدهم كثيرا يبقى معناها اللي قبل قبل بط ما كانش بيساعدهم didn't use to help ده help مش هتنفع helps مش هتنفع use to help مش هتنفع دل كلهم اثبات وبعد بط اثبات مش هتنفع بط يعني لو اللي قبلها اثبات يبقى اللي بعدها نفي ولو اللي بعدها نفي يبقى اللي قبلها اثبات تمام هي نفس الجملة مش اي مشكلة سما mom a hand with the housework عايز اقول اه ان سما كده بتساعد ماما used to give تنفع uses to give مش هتنفع uses to give تمام انا بتكلم عن عادة في الماضي used to be given دي مبنين مجهول مع ان السما هنا هتبقى مفعول اه هي سبحان الله زي mom دي ده هي اللي هتبقى انا ده هي اللي هتبقى انا ليه لان ماما هي اللي بيتم مساعدتها ماما هي اللي بيتم مساعدتها تمام تبديق used to give برضوش هتنفع لان used to اللي زي بيقبلها بيتو بي عشان تفلق ing used to give سما كدت متعودة give a hand يعني تساعد تساعد ماما في شغل المنزل تبديه ماما كانت يتم مساعدتها بوسطة آآ سما في شغل المنزل used to give مش هتنفع used to بعدها تصريف التالي مش هتنفع ابدا used to give الاسم مش هتنفع تمام used to be given هي دي يا شباب لان ماما هنا هتبقى مفعول به اعتادة ان تساعد ماما اعتادت ان اعتادت على ان يتم مساعدتها تبقى هي مفعول used to give ربقين جي برضوش هتنفع اتمنى تكون فاهم الحتة دي تمام اوكي اللي بعد كده يا شباب بيقول لك هنا اعتقد ان عشين you with your homework مام ه did you used to be helping did you used to be helping مش هنفع used to be helping used to be والمفوضة التصفيف الثالث فانده مش هتنفع كان متعود يساعدك في الوقت بتاعك ما ممكن نشوف دي مش هينفع ها تبقى يا شباب مش هتنفع هل انت كنتم التعود اللي انت يتم انت مساعدتك الكلام فاضي كله لو ما فيش يو ده او لو ما فيش يو ده كانت تنفع مبني المجهول سبحان الله والله انا ما شفتها وفعلا هي جات في اللي بعدها كانت هلا تنفع لان ده كانت تبقى مبني المجهول تمام يبقى هي الاولانية ده هل علي اعتاد على مساعدتك يو ده اندبر مفعول في الوقت بتاعك طيب لو ما فيش يو ده قلتك هتبقى مبني المجهول تبقى معناها اي هل انت كنتم متعود ان يتم مساعدتك في الوقت بتاعك يبقى ده ده رقم دي تمام مش هتنفع بعدها اي اني جي ويزد تو دي برضوش تنفع بعدها اي اني جي واذا جمع مبني المعلوم المجهول فمش هتنفع مش هتنفع هي هتبقى مبني المجهول رقم دي تمام الوقتي هو يتبع دايت او ماشي بنظام هزائي اعز اقول هو كلمة عود يأكل رز وعيش كتير هي يوزد تو ايت هي يوزد تو ايت كلمة عود والوقتي انا من الحاجة مختلفة والكلمة العادة في الماضي تمام وليد درايفر هو يعمل كميكانيكي في الحاضر عاوز اقول ان وليد كان سائق بس الوقتي بقى بيشتغل ايه ميكانيكي تمام از بكلم في الماضي كان سائق مش هتنفع از از مقدارة مش هتنفع اي اني جي دا ما اولا بي ميجيش في الاستمرار اولا بيجيش بعدها في ربع اي اني جي كان متعاود ان هو يكون سائق بس الوقت هو ايه بقى ميكانيك تمام كده اربعة وعشرين بقولك انا عايز اقول كانت قاعدة مع معموتها الصف اللي فات مش هتنفع هقول ماضي بسيطة عادة خالص كانت قاعدة مع معموتها مش عشان شرحنا في الدرس ومختار لان في هنا يعني فترة زمنية قصيرة فترة زمنية ايه قصيرة اللي هي استغضي ميزددو في الفترات الطويلة بس استغضي ميزددو في الفترات الايه الطويلة يبقى هتبقى مش هتنفع يوزددو هنا تمام يبقى استيد رقم خمسة وعشرين بقولك هنا هما عايز اقول هما كانوا متعودين ينعيشوا في الفيلا الفخمة بتاعتهم that's why they didn't like لذلك هم لم او مش حبين الوقتي مش حبين الوقتي مش حبين الوقتي ان هم يعيشوا في الشقة الصغيرة بتاعتهم used to life ولا used to be life ولا where used to life ولا where used for life ده اسمها يا شباب وقلنا used to لما يجي بعدها اسم اجيب قبلها ايه شاطر verb to be شاطر يلي قلت verb to be used to هم متعودين او كانوا متعودين على الحياة في شقة فخمة او في فلا فخمة الوقت هم مش متعودين على ايه على الشقة الصغيرة دي لوزفتي الجديدة دي اسمي برضا هاي اسمها هاي اسم كايه سكرتاريا اللي هي آآ سكرتاريا used to مش هتنفع انا هزيقول انا متعودة يعني او تعودت على شغل انتي كسكرتاريا وزفتي الجديدة كسكرتاريا got used to نون مفيش مشكلة become used برضو تنفع بيو سي صح تعبر عن ايه هنا على التعود على شيء التعود على شيء في الماضي I got used to my new job انا تعودت على وظيفتي الجديدة كسكرتاريا I became used to my new job as secretary انا تعودت على او تعودت على وظيفتي الجديدة كسكرتاريا يبقى بيو شيء ينفعه طمام كده لان في هنا اسم مش شايف اختار used عشان في اسم عارف لو هنا فعل كنت خدت used عادي سوا عشين بيقولك هنا used to be a large book shop on the corner it's now a closed shop او او دي اللي ارترك عليها اه كان من المعتاد ان يكون هناك اه محل بيع كتب كبير على النصية هنا بس الوقت هو بقى ايه بقى محل ملابس يبقى there قلنا دي صرحناها قلناها تمام كان من المعتاد ان يكون هناك او كان من المعتاد ان كان ان يكون هناك ايوة اه كذا كذا بس الوقت بقى حاجة تعنيها او احمد كان بدخل في بعضه احمد احمد كان متعود يعمل تمرير بانتظام بس الوقت ما بيعملش كان متعود الحاجة ومعدش بيعملها يبقى ليه علشان هنا يجبل فريف المصدر مش هتنفع تمام؟ لان هنا مش هتنفع بقى بقى مدرعة بسيطة وانو لونغر قصة مش هتنفع مع دزنت لان الاتنين هيبقوا زي بعض مش هتنفع برضو مش هتنفع تمام؟ يوز دي تو تماني وعشرين يوز دي تو رقم 29 ولكن احمد دز اوه دز اهي مدرعة بسيطة اللي كان بيجي بعض مدرعة بسيط اولا دز مش مدر فمش هتنفع دزنت برضو مش مدر دز مش مدر فمش هتنفع دزنت بيضيف اخر الكلام وقبلها مدارعة بسيط منفي زي الجملة دي انا مور اهاي يبقى قبلها مدارعة بسيط منفي احمد هنا هياخد ايه من المدارعة بسيط منفي احمد تمام مش هتنفع ليه لان ما فيش نافي مش هتنفع ليه لان ما فيش هنا و في الاخر الجاملة او بيجي قبلهم مضارع ما نفي احمد دي كانت عادة سبتة عنده عادة سبتة يبقى عادة سبتة يبقى ايه تمام كده تمام رقم واحد و تلاتين رقم اتنين و تلاتين او لحظة يا شباب رقم واحد و تلاتين مش هتبقى لان هنا از مضارع انا خدت بالي هنا از مضارع مش هنفع قول في الماضي هتبقى دز هتبقى دز هنا عارف لو دهكة وز لو از دهكة وز كانت تنفع عادة ان فيش اي مشكلة تمام كويس انا خطي من المناطة دي تمام تمام اه اللي بعدها رقم اتنين و تلاتين و قولك هي كان متعود اه اه متعود اصحاب عدري و قص اكاستم لدي بتساوي يوزد بالزبط بتساوي يوزد بالزبط يعطي عبلها مقاوز يبعدها بعدها تو فيرب بلاس آي ان جي تو جتنغ تو جتنغ متساوي بالزبط ش و يوزد تو رفع عشان في في الاول البعض كده هل انت كنت متعود اللي انت تشارك في مناقشة البيت او مش في مناقشة العيلة يوزنك يبقى الفعل في المصدر على طول يوز تمام والفعل في المصدر معروفة يعني اللي بعد كده لكم اربعة و تهتين بقولك هنا عندما جدي كان كبيرا في السنهي توق تو همسوف فور اوار زي كلم بيتكلم مع نفسه لساعات طويلة يوزد يوزد تو توق ولا ولا بي و سي اي دي هتبقى بي و بيش اي مشكلة عام تعم عندما كنا اطفال كنا بنروح نعم او نتظهر لك كل ايه كل اه كل شي تا وض ولا 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 اولا مش هتنفع لان احنا جاب الفعل في المصدر ينفع او تنفع او مفيش اي مشكلة بالكلام معنا عادة في الماضي مفيش اي مشكلة تمام عندما كنت في سنة اولة ابتدائية او في ملسلة ابتدائية انا كنت متعود ان يكون عند عجلة يوزد او يوزد تو ولا وض ولا بي و سي ها ستة وتعاتين هتبقى يوزد تو فقط اللي عارف يقولي في التعليقات واللي وصل للمرحوات دي بالفيديو رفع عليك وبحييك وربنا يمريك فيك اللي ماخدناش وض هنا رقم ستة وتاتين واللي ماخدناش وض فرقم ستة وتاتين علشان كذا 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 تمام تمام هتبقى يوزد بس يوزد تو بس بفور هي رتايرين قبل ما يتقع هي لي فور ليفر بول هو كان بيلعب او متعود يلعب لي ليفر بول يوزد تو ولا بود ولا ايو بي ولا نيفر هتبقى اه يوزد يوزد تو بلاي فور ليفر بول تعمل كذا اه تمام ليه لان دي كتعادة مهمة في الماضي كتعادة مهمة في الماضي وليه كمان آآ بود لازم يجي يجي معها تعبير زمني للغالب لازم يجي معها تعبير زمني بيدل على الماضي تعبير زمني بيدل على اي شباب الماضي ده كان درس النهاردة يوحزة النهاردة أتمنى تكونوا استفدتوا أتمنى تكونوا استفدتوا ربنا نوفق ونعمكم ان شاء الله جميعا وان شاء الله الفيديو الجاي انا اخذ التثنت والرابع عشان avec nós فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا